وينضم معنا في الستوديو المحلل السياسي اليمني الأستاذ مختار اليافعي أهلا بك أستاذ مختار أستاذ مختار تقدم في تعز قصف البيضة إقامة معسكر النصر في محافظة الجوف لو تحدثنا عن الوضع العسكري في اليمن عموما أولا مساء الخير عليك وعلى جميع المتابعين نتحدث عن تحرك على أكثر من محور اللي هو محور مائرب الجوف محور تعز ومحور البيضة كل هذه العمليات التي تقوم فيها قوات التحالف بالاشتراك مع المقاومة الشعبية المتواجدة في هذه المحافظات إضافة إلى الجيش الوطني هذه كل التحركات تدل على أن قوات التحالف عازمة على تحرير العاصمة صنعة طبعا لا يمكن الوصول إلى العاصمة صنعة ما لم يتم السيطرة وتحرير كافة المناطق المذكورة أنفا ولذلك نجد التطور بشكل سريع خلال الأسبوع المنصرم التحرك للقوات التحالف مسنودة للمقاومة الشعبية مسنودة بقوات التحالف العاصمة ما هي آليات التنسيق بين المقاومة والتحالف؟ نحن نتكلم الآن عن تنسيق على الأرض في سابق الأمر نحن لدينا تجربة سيئة كانت في الجوف أكثر من معسكرين كانت موجودة في الجوف تم دعمها بكافة أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والخفيفة استولى عليها الحوثي في قضون ساعات وكانت تجربة سيئة لكن لم يكن تواجد على الأرض القوات التحالف العربي في ذلك الوقت وهذا نتكلم عن ما يقارب تقريبا قبل ثلاثة أشهر الآن قوات التحالف هي من تدير العمليات على الأرض افتتاح معسكر الناصر في الجوف بإشراف من قوات التحالف مباشرة مع التنسيق مع القبائل سنتوقع أن يكون الأمر أكثر جدية ونتوقع تحرك بشكل عملية المحاورة التي ذكرناها التحرك الآن للمقاومة شديدة في تعز في البيضاء وكذلك في الجوف ومارب هذه كل المناطق في حال تحررت سنتوجه مباشرة إلى تحليل العاصمة الصناعة لكن الأهم من هذا كله هو عدم ترك أي جيوب أو قوات للحوثيين والمخلوع صالح خلف قوات التحالف العربي المتواجدة حاليا الآن في بيحان بيحان التي هي في محافظة شبوة لا زال يسيطر عليها الحوثي كذلك لدينا أكثر من ثلاثة علوية في محافظة حضرموت أعلنت ولا أهل الشرعية ولكنها لم تختبر إلى الآن هل فعلا ولا أهل الشرعية أم أنه مجرد إعلان وهمي المفترض من هيئة الأركان المثلة برئيس هيئة الأركان والمقدشي أن يقوم بعملية تحريك الألوية المتواجدة في محافظة حضرموت وكذلك في محافظة المهرة لاختبار ولا أهل لا نريد أن نوقع في المشكلة التي حصلت في صافر والتي راح أكثر من مئة شهيد من قوات التحالف العربي والجيش الوطني لذلك لا بد من تطهير المناطق هذه التي هي منطقة بحان مكيراس هذه المناطق لا زال الحوثي متواجد فيها بقوات كبيرة وهي خلف القوات التحالف الآن المتواجدة في منطقة في محافظة مأرب ومحافظة الجوف إضافة إلى هذا يتواجد الآن لواء كان في منطقة مكيراس أعلن ولا أهل الشرعية فدخل مع المقاومة الجنوبية أنذاك وأنقلب على المقاومة وتقريبا خسر المقاومة أكثر من 54 شهيد لذلك لا بد على رئيس هيئة الأركان أو هيئة الأركان بشكل عام أن تقوم بعملية اختبال للألوية المتواجدة والتي لم تتحرك حتى اللحظة بما أنها أعلنت ولا أهل الشرعية منذ بداية عاصفة الحزم فلذلك هذا مهم جدا ويجب أخذه بعين الاعتبار نعم هل نستطيع أستاذ مختار تقدير وقت للوصول إلى صنعاء نتوقع خلال الأسابيع القادمة أنه سيتم تحرير صنعاء صنعاء لدينا مشكلة أزلية تواجد فيها هي السبع القبل المتواجدة هي سبع قبال مسيطرة على المحيطة بالعاصمة صنعاء فهذه القبائل متى ما أرادت أن تكون مع الشرعية تستطيع بسهولة أن نسيطر على العاصمة صنعاء بدون أي اشتباكات لكن لا زالت هذه السبع القبل وخلال يعني 33 عام كان الرئيس المخلوع يتودد إليهم بالمال وهكذا وهذا طبع القبائل بشكل عام وبالتالي الآن على القبائل اليمنية المتواجدة في صنعاء في عمران في هذه أن تقوم بدور مهم جدا يعني قوات التحالف أتت من أجل تحرير البلاد من مليشيات إرهابية تعاون محل مخلوع صالح وشكل مليشيات إرهابية أخرى وبالتالي لا بد الجميع أن يكون متعاون مع قوات التحالف العربي لأجل الحرية والأجل بناء البلد البلد منهك أساسا يعني من قبل عاصفة الحزم بعد العاصفة وبعد أن استولت مليشيات الحوثي على مرافق الدولة دمرت البلاد والبنية التحتية كانت هشة أنهت على البنية التحتية نحن نتكلم عن خراب في عدن يعني دمرت بشكل رهيب يعني المناطق الجنوبي التي حررت يعني بشكل عام الآن بحكم أن الإعلام بدأ ياخذ حرية بالتنقل في المناطق الجنوبية نلاحظ يعني كمية الدمار الهائلة الذي خلفتها مليشيات الحوثي فبالتالي ستكون هناك نفس الوضع في المناطق الشمالية في صنعاء في تعز بالأمس وقبل أمس كانت قارات الحوثيين يعني قصفت مجمعات تجارية راح فيها كثير من الأبرياء أطفال ونساء وبالتالي هذه هي عمل لمليشيات على كل القبائل اليمنية أن تبدأ بالتحرك بشكل يعني مع أنه وقت متأخر لكن أن تصل متأخرا خيرا أن ننتصل يعني فبالتالي نتمنى أن تتحرك هذه سبع القبل بمساعدة وتسهيل أمن القوات التحالف لتحرير العاصمة صنع نعم أستاذ مختار اليافعي الكاتب والباحث السياسي كنت معنا شكرا جزيلا لوجودك معنا